مافي احنا عندنا الموضوع اليوم الهايديوغراف اوكي الهايديوغراف عبارة عن شنوع عبارة عن علاقة بين اللي هو الكيو عندي ووترشيد معينة نزلت عليها امطار تمثل اللي هو الانبوت فالامطار عبارة عن شنوع عبارة عن اللي هو الهايديوغراف اوكي جزء من الامطار هذي will be abstracted الجزء اللي فضل رح يصير له run off ورح يطلع على شكل اللي هو الهايديوغراف اوكي فرح نبتدي اليوم نتكلم عن الهايديوغراف احنا اخذنا موضوع اللي هو الامطار شفنا موضوع الامطار شون نحسب الامطار اللي هو الpoint estimation وبعدين الارial variability حق الامطار والtime variability حق الامطار وكلام هذا كله زين بعدين دخلنا على موضوع اللي هو الانفلتريشن زين او الابستراكشن ودرسنا الانفلتريشن ودرسنا طريقة اللي هو الهورت المثل بعدين درسنا طريقة اللي هو الفاي اندكس عشان نحسب اللي هو الاكسيس رينفول فلما نحسب الاكسيس رينفول رح ناخذ اللي هو العلاقة اللي هي نبتدي نحسب اللي هو العلاقة اللي موجودة عندنا اللي هي تمثلي اللي هو الهايديوغراف اللي هي علاقة بين الكيو والtime لأن هذه تمثلي امطار اللي هي تكون زايدة وراح يصير لها الـ Run Off من اللي هو الـ Watershed بهذه الطريقة هذه يعني أنا لما أبتدي أطالع الـ Watershed أخذ سكشن مثلاً AA عندي أنا سكشن بهذه الطريقة هذه إذا كان عندي نهر فهذا النهر في البداية يمثلي اللي هو منه الـ Grand Water إذا كان عندي نهر نفس نهر النيل نهر دجلة نهر الفرات ما عندي بالصيف موجود عندي شيء نهر صح أو لا هذا عبارة عن شينه؟ عبارة عن الـ Grand Water أنا قاعد أشوفها زين عندي Grand Water من الـ Watershed فالـ Watershed قاعد تعطيش شنو؟ تعطيش دشار ماشي ففي عندي تدفق معين التدفق هذا علاقة بين اللي هو الـ Q and Time بس على مدار السنة موجود عندي علاقة مثلاً زين لأنه في مثلي التدفق هذا عبارة عن Grand Water زين انزلت أمطار على الـ Watershed الأمطار هذه الـ C-Srain 4 ستبتدي تدخل على اللي هو الـ Section هذا على شكل Surface Run-Off يعني الأمطار هذه ستبتدي تدخل بهذه الطريقة هذه زين على الـ Watershed بعدين تجمع هنا وتمشي تجري على سطح الأرض يصبح لها Run-Off زين لغاية ما توصل إلى المنخفض اللي هو موجود هنا فيصبح لها شنو نقول إحنا Surface Run-Off أو يسمونه Direct Run-Off شو يصبح في الماء؟ بالحالة هذه يرتفع الماء زين ليش يرتفع الماء؟ لأن هذا ناتج من اللي هو الأمطار مو ناتج من Grand Water بالحالة هذه زين فهذا الجزء اللي ارتفع الحين ناتج من منه؟ ناتج من اللي هو الأمطار بعد ما تخلص الأمطار رح يصير لها Infiltration مثلاً أو تبخر أو ما أدري إيش يرجع مرة ثانية إلى المستوى الأصلي اللي هو شنو؟ اللي هو Grand Water أوكي؟ يعني إذا في واحد مثلاً موجود عند الـ Watershed وقاعد يشوف إيش قاعد يصير عندي في البحالة هذه رح يكون عنده Discharge قيمة معينة بعدين انزلت الأمطار لما تنزل الأمطار رح يبتدي الكيوه هذي شه يصير فيها؟ تزيد لأنه شه اللي قاعد يزيد عندي؟ الأمطار ماشي؟ لغاية ما توصل إلى قيمة معينة الدشارج فيها أعلى شيء بعدين ممكن توقف الأمطار عقب فترة معينة ترد تنزل مرة ثانية تنزل مرة ثانية إلى مستوى شنو؟ مستوى اللي هو Grand Water بالحالة هذه فهذا يمثل لي اللي هو Grand Water بالحالة هذه وارحي؟ العاصفة ماشي اللي هو Storm فيشي يسمونها؟ يسمونها Direct Run-Off لأنه يعني Resulted Directly From اللي هو Rainfall فلهذا يسمونها Direct Run-Off هذي يمثل لي Direct Run-Off أو نسميه Surface Run-Off اللي موجود عندي في اللي هو الوترشد هذا واضحة؟ مزين؟ فهذا اللي هو Section فالهيدوغراف يعتبر شنو؟ Is a graph showing the flow Q as a function of time at a given location of the stream ممكن نقسمها إلى نوعين نوع نسميه Annual Hydrograph اللي هو الhydrograph حق مدار السنة بالكامل يشوفونه وفي نوع ثاني يسمونه Storm Hydrograph اللي هو الhydrograph بس حق اللي هو فترة اللي هو الأمطار خنشوف شو الفرق بينهم زي في عندي نوعين من أنواع اللي هو الhydrograph خنشوف اللي هو Annual Hydrograph لاحظوا معاي هذا يمثل للحين Annual Hydrograph علاقة بين منو منو Q and Time الQ اللي هو Discharge كيو بكفيت بير سكن مثلا زي ماشي والتايم مثلا بال يعني السنوات أو بالأشهر أو بالأيام بالأيام زي ماشي ما أخذينها مثلا بالأيام أو حتى يعني إن شاء الله يسوونها بالسكن ماشي زي فعندي أنا Best Time معين موجود هنا وعندي علاقة بال اللي هو كيوب كفيت بير سكن زي شو تلاحظين هنا هذا طبعا النوع هذا من اللي هو الانيوال سنوي الhydrograph يسمونه بيرينيال ريفر البرينيال ريفر معناته بيرينيال معناته موجود على مدار السنة زي من جنيوري لديسمبر مثلا سنة 1981 هذه ديتا موجودة حصلناها بأحد الكتب زي قديمة الديتا هذه مخذين في سنة 1981 زي فتمثل علاقة حق نهر معين موجود في منطقة معينة زي بتكسس مثلا موجودة زي ما شو تلاحظين تلاحظين أنه يعني ما يوصل إلى الصفر صح ولا لا لأن هذا يمثل نهر والنهر هذا موجود على مدار السنة في شي يسمونه فيرينيال فيرينيال موجود على مدار السنة زي لكن بعض الأوقات تلقين سبايكس شوفينهم واضحة شنو هذين سبايكس يمثلون شلي هما ستون أوكي عواصف صارت على اللي هو المنطقة هذه زي ماشي فهذا الشارت يمثل لي أنيول لأنه حق مدار السنة ما أخذينه سنة 1981 مثلا زي ماشي ويعتبر أنيول لأنه على مدار السنة وشوفين أنه هذا حق برينيال لأنه الكيو ما توصل صفر زي لما تطالعين مثلا اللي هو نوع ثاني يسمونه سنة تيمكن 1981 هذه هم ديتا موجودة نفس المنطقة في تيكسس زي لكن هذا ما تعتبر نهر موجود على مدار السنة والدليل على هذا طبعا هنا لغارثمك بس تقريبا زيرو لأنه لغارثمك ما يحطون زيرو زين فهني محطينها يعني تقريبا بونت ون زين بس هنا تقريبا نقول أنه موجود هنا واضحة على مدار السنة لكن فجأة صار في عند شي من ستورمز عواصف زين فهذه يسمونه هذي هذا بالضبط نفس اللي قاعد يصير عندنا بالكويت أنهار صحراوية نحن عندنا أنهار بالكويت اسمها إفميرال ستريمز مو بيرانيال أوكي إفميرال ستريمز يعني نشوفها بس وقت اللي هو الأمطار اللي ما تصير عندش أمطار روح يشوفي مثلا عندش ستلايت وشايف أو فوق الطيار وشفتي مثلا الصحراء بالكويت راح تلقين تتعب أنهار أوكي بعد ما تخلص الأمطار عقب فترة معينة يصير لها تبخر زائد زائد تختفي اللي هو الماء هذا لأن الجراند ووتر يعتبر في المنطقة هذه الجراند ووتر نازل فيصير لها سريع يعني يصير لها إفميرال ستريمز البرينيال لقراند ووتر مرتفع فتلقين فيه ماء موجود لكن فجأة تزيد حسب الأمطار من اللي هو الرن أوث واضحة بعدين ترجع مرة ثانية إلى نفس المستوى تقريبا ترجع مرة ثانية إلى نفس اللي هو المستوى اللي كانت عليه مرة ثانية في نوع ثالث يسمونه اللي هو حق الأني والهادي غراف اللي هو يسمونه سنوفيد ريفر من اسمه سنوفيد عبارة عن شنو عبارة عن ريفر زين ماشي فيه تدفق لكن على مدار اللي هو البرد تقريبا يعني يعني يمكن تقريبا تقريبا زين الدشارج اللي موجود هناك لأن طبقة الثلج فيه تحتها ماء فهذه الدول عادة اللي هي يسمونه سنوفيد زين وقت اللي هو الحر نسبيا شي يصير ذوبان حق الثلج هذا زين فيطلع عندش ارتفاع بالحالة هذه ناتج من دوابان منه اللي هو الثلج بالحالة هذه زين فهذا من دوابان زين يمكن يصير عندهم أمطار ماشي أوقات معينة لكن يعني الأمطار يعني ما فيها سبايكس مثلا اللي شفنا مثلا اللي هو البرينيال مثلا أو اللي هو الأفيميرال ستريمز فشوفي الأفيميرال سبايكس واضحة وهذا تصير عندنا عواصف يسمونه فلاش فلوت عندنا بدول الصحراوية زين فجأة تنزل عنده شمطار بشكل سريع زين وبعدين فجأة يتخلص زين ماشي في البرينيال أو الهيومد أرياس تلقيين اللي هو السبايكس يعني أخف شوية حدة زين ماشي هنا في الدول هذي مثلا اللي فيها ثلج تلقيين وقت اللي هو البرد يكون عندش تغريبا almost constant زين ماشي تدفق زين ماشي لكن وقت دوابان الثلج يبتدي يرتفع عندش فيصير عندش snow river بالحال هذي زين يعطيك اللي هو اللي هو بالكامل هذا يعتبر لان الارية under the curve هذي راح تعطيك اللي هو الvolume of water شكثر صار عندش تدفق ماي شكثر زاد شكثر نقص ماشي فتعطيش الbalance حق الووتر شكت بالحال هذي زين total volume of flow under the anywhere هذي يسمونه الbasin yield يسمونها الbasin yield اللي هي عبارة عن الvolume of water under هذي دور شو معنات البيز yield معنات شكتر قاعد السنة يعني الناس يابون يسوونهم سد معين مثلا زين حق النهر هذا وكي يعرفون يقدرون قيمة اللي هو volume of water اللي راح يطلع عندهم وين في السد هذا زين يحسبون الvolume under the care تطلع عندهم volume of water اللي محتاجين حق السد إذا طلع الخزان كبير يفتح الخزان هذا ويطلعون التدفق الموجود عندهم سوون application اللي هو المنطقة خصوصا اللي هو الدول الصحراوية هني وايد تنفع فيها السدود نفس دولة السعودية مثلا عندهم شغلات من هالنوع زين حطوهم سدود يجمعون الماء هذا كله ويحجزون زين وبعدين يسوو لها ريتشارج حق النقطة معينة وبعدين يسحبون من هالنقطة هذه أهل المنطقة يدفعون مثلا رسوم حق اللي هو الماء والحكومة تحطوهم عداد والكلام هذا ماشي فطبعا ينحسب عن طريق اللي هو الباجت مال الأمطار يشوفون الباجت هذا تستاهل يسوون سد هني ولا ما يستاهل يشوفون كمية الماء اللي رح سيصير لها تستاهل ولا ما تستاهل قليلة كمية الماء هاته ولا كمية الكبيرة واضحة ماشي طبعا القبر شوية ياخدنا اللي هو الانيوال هاديغراف نابج نشوف شن الفرق بين الانيوال هاديغراف والستورم هاديغراف السورم هاديغراف عندنا نوعي من الهاديغراف واحد اسمها الانيوال والثاني عبارة عن السورم الستورم هاديغراف عبارة عن عبارة عن Floors shone On the annual hydrograph Are the result of the rainfall زين لما تشوفين The spikes اللي قبل شوي في ال annual hydrograph هي تمثلت شنو كل واحدة فيهم Storm hydrograph زين يعني إذا كان عندش Grand water مني مثلا Grand water مني مثلا زين فهذا الجزء يمثلتش اللي هو Storm hydrograph واضحة زين فالstorm hydrograph عبارة عن فقط اللي هو العاصفة اللي موجودة عندي بالحالة هذه زين ما شي في شيء اسمه Total hydrograph عبارة عن شنو عبارة عن storm hydrograph الجزء اللي هني storm أو direct لأن الناتج من الأمطار directly hydrograph زائد الجزئية هذي فقط حق اللي هو Grand water بس حق اللي هو الفترة هذي زين يسمونه شنو هذي يسمونه total total storm hydrograph أو total hydrograph ماشي total hydrograph زين فصار في عندي الحين storm hydrograph ناتج بس عن الأمطار في عندي total hydrograph اللي هو عبارة عن الأمطار زائد منه الـ grand water حق فترة زمنية القليلة هذي إذا كان مدار السنة يسمونه شنو annual hydrograph أوكي فأنا الحين ما قاعد أتكلم عن مدار السنة قاعد أتكلم عن فقط اللي هو الفترة الزمنية البسيطة الفترة هذي أوكي ماشي لما ننطلع اللي هو total hydrograph شي يساوي يساوي DRH أو direct runoff hydrograph زائد البسيطة من هو البسيطة اللي هو البسيطة اللي هو الأساس اللي تحت اللي هو الـ grand water أوكي ورحي خنشوف مع بعض المسميات هذه مرة ثانية بالتفصيل شوفي معاي الـ B X C Y D E يعني كل النقاط هذي أوكي شي يتمثلي total hydrograph من A لما E واضحة كلها يتمثلي total hydrograph زي الجزء اللي هو من الـ B لما D من الـ B لما D اللي هو الجزء اللي فوق هذا شايفين ايه فقط يمثلي store hydrograph أو direct يسمونه runoff hydrograph D R H direct run off hydrograph أوكي الجزء اللي تحت الـ A B عبارة عن شنو base flow before storm اللي هو الجراندووتر الجزء اللي هو بعدها اللي هو B X C B X C يمثلي شنو rising limb الجزء اللي قاعد يرتفع زي الفولنج limb اللي هو C Y D هذا الفولنج limb جزء اللي قاعد ينزل بالهايدوغراف زي بعدين عندي الـ B مثلا الـ B تمثلي الدروة مثل discharge X C Y X Y مثلا هنا أو معنى ثاني هذه اللي هي الـ Q peak بعدين في عندي الـ Q value اللي هي C اللي هي القيمة هذه الجزئية هذي كلها يسمونها اللي هي peak segment هذه segment فهذه segment اللي هي من X لما Y زين أما peak value اللي هي C و بعدين شنو عندش بعدين عندش اللي هو base flow after storm اللي هو هذي الجزء اللي فضل مثل اللي هو base flow after storm واضحة فهذه تقريبا يعني مسمياتها بشكل عام زين لاحظي معاي أن volume of water under the DRH بس DRH اللي هو volume of water هذا شي يمثلي يمثلي volume of axis rainfall واضحة يمثلك هذي كل volume of الأمطار اللي صار له axis زايد زين اللي شنو أمطار ننزلت من السماء شلنا منها الجزء اللي يفضل كvolume اللي هو يعطيش اللي هو area under the curb لأن هذا رح تعطيش volume هنقول مثل مكعب مثلا زين فهذه رح تعطيش volume زين ورحة فهذه رح تعطيش يسمونها volume of axis rainfall بالحالة هذا زين إذا قسمنا على water area رح يعطي هنا dip إذا خذنا volume of water هذا وقسمنا على watershed area زين رح يعطيش depth of axis rainfall زين بالحالة هذه يعني axis rainfall يساوي volume of axis rainfall تقسيم watershed area طبعا توحدين الوحدات مثلا زين ويطلع عندش مثلا تابين بالملي تابين مثلا سانتي حسب الوحدة اللي تابين زين ماشي في أحد عندي سؤال لغاية الحين شون نقدر نفصل ل grand water أنا يهمني أني أسوي تطبيقات على اللي هو الرح ليش أنا بسوي تطبيقات على الرح أنا عندي مثلا اللي هو الرح علاقة بين ال time rainfall ورح شون أقدر أحصل عليه أقدر أحصل على volume أقدر أحصل على Q peak أهم شغلتين ماشي أقدر أحصل على time to peak بعد ها time to peak مثلا التطبيقات زين ماشي بس أنا يهمني أحصل على ال volume زين ماشي شنو أهمية ال cube أسوي من التطبيقات لها لها علاقة في اللي هو ال cube مثل شنو design مثلا open channel calvert tour teamwork ما في الأمطار زين ال volume أقدر أسوي design detention basin retention bayز رزرف بار أوكي فنقدر نصمم اللي هو خزانات أنواع مختلفة detention retention reservoir بار ستورج حق اوثر سبلاي باكيش وكلام هذا كله زين ماشي فهذه الاهم انصرين اوهم نقطتين نحتاجهم حق اللي هو من الدياريش تو ديزان سوي عليه تطبيقات وايد هني سوي يعني 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 معناه تحجز الماء كله زين اوكي لتسرب الماء حق اللي هو تسرب الماء بس بقيمة خفيفة يعني الانبوت بالخزان اقل يعني انبوت عالي خلي القيمة صغيرة مثلا زين ماشي بالخزان اوكي فنسوي كنترول على على فلوت مثلا منطقة اوشان لا تغرق مثلا منطقة مثل الحمدي الزين implications مثلا يدش عليها ماء من منطقة من فوق مثلا زين مسوب الحمدي وهذا زين نحجز الخزان وخلي الخزان اوكي يطلع ماء بكمية قليلة فما راح تغرق مثلا شارع الم récup فتغرق زين misunderstanding لان قاعد يصير كنترول على كمية ماء قليلة قاعد تطلع زين اذا نهدم السد هذا زين شراح يصير راح يدش علي انا ماء من اللحمدي يغرق المن قف مثلا نفس ما صار عندنا الفين اثيرekt أوكي بالكويت أوكي واضحة فالريتنشن بيزن لا تحجزه بالكامل تحجزه بالكامل ما بيطلع الماء هذا زين فهذا حق الموضوع اللي هو الريتشارج أنا بسوي الريتشارج حق اللي هو الـ Grand Water شغلات من هالنوع بالكامل بيحجزها الماء زين الريزروفار عادة يعني عادة حق الـ Water Supply حق إرغيشن زراعة والكلام هذا كله يعني تطبيقات كثيرة زين ماشي أيضا Control يعني حق اللي هو Float والكلام هذا كله زين فيعني مهم جدا أنه نحصل عليه اللي هو الـ Hydrograph بشكل عام زين ماشي لكن يعني من ناحية العملية محتاجين في البداية نفصل اللي هو الـ Hydrograph الكلي لأن أنا عندي Total Hydrograph هذا يمثل لي Total Hydrograph أبي أخذ فقط اللي هو Storm Hydrograph اللي هو عبارة عن DRH زين شلون أقدر أفصل اللي هو هذا عن هذا زين عمليا فقط رح ناخد طريقة واحدة اللي هو Draw Horizontal Line From B To The Intersection With The Falling Lamp يعني تروحين عند النقطة هذي B وتأخذين Horizontal Line وتقولين أن هذا اللي فوق يمثل لي DRH اللي تحت يمثل لي شنو The Grand Water هذي أبسط طريقة جدا يعني بسيطة جدا أنه نحسب فيها اللي هو DRH بالحالة هذين يعني ما في طريقة يعني في طرق ثاني لكن يعني الطريقة العملية اللي نحن نشوفها اللي هي طريقة اللي هو Horizontal Line تحسبينها فيطلع عندك فقط اللي هو DRH تسوين عليه تطبيقات تحصلين على الكيوبيك تحصلين عليه اللي هو Volume اللي انت تابعينه رحالة هذين زين ماشي إذا تبسوين Volume تبسوين تطبيقات ناجم فقط من الأمطار أوكي واضحي مثال عليها المثال هذا Given the total hydrograph نزين شنو معناه total معناته الموجودة في نزين records يعني عندي أنا total hydrograph علاقة بالكيو بين التايم عند تايم زيرو قيمة الكيو بعدين بدأت تزيد بعد تايم صحيح لغاية ما وصلت إلى بيك عدل وبعدين ردت مرة ثانية نزلت إلى point one بس ما كان عندي زيرو وما كان عندي زيرو في البداية وبالنهاية تعطيش impression أنه شنو أنه الغراف هذا يمثل لك total hydrograph صح ولا لا زين determine the DRH واضحة ليش طلب منش DRH زين for a base flow إذا كان عندش base flow discharge مع الغراندواتر يساوي point one بالحالة حافظين فكل اللي راح تسوينا تخصمين من القيم هذي كلها كم نخصم point one فإحنا نقول هني عندنا total ناقص base flow أو نقول total ناقص اللي هو point one زين تعطيش اللي هو storm أو DRH ماشي فتقولي total اللي هو point one ناقص point one تعطيش المثلتش اللي هو DRH فننقول بالحالة هذي شوفي معايا غسمتهم هنا اثنين هم زين الخط هذا solid line يمثلتش total hydrograph شوف شكله يبتدي من point one وينتهي عند point one زين لكن هذا dash line يبتدي من zero وينتهي عند zero فهذا يمثل اللي هو DRH وابحي وشوف حسبناها طريقة سهلة جدا يعطيش given grand water discharge قيمة Q زين شم قيمتها تروح انت تخصمين هاي discharge من total discharge اللي موجود عندك بالحالة هذه زين فأنا عندي تدفق كامل خصمت مني اللي هو grand water عندي بالحالة هذه grand water يعطيش اللي هي point one وهذا كله يعطيش اللي هو total فهذا كله total نحصل على فقط العلاقة اللي ناجي من اللي هو الامطار فنقول total ناقص منه اللي هو grand water عندي بالحالة هذه واضحة يحد عندي سؤال واضحة الدرس هذي رح نكمل طبعا على مرة الياية ان شاء الله على موضوع اللي هو الهايديغراف ان شاء الله زين